كما دعت سلطة ضبط السمعي البصري في بيان لها اليوم وسائل الإعلام إلى عدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية التي يتسبب فيها فيروس كورونا لتفادي بث الدعر واليأس في أوساط المجتمع مع التحليب التوازني والموضوعية في تغطياتها فبعد أن سجلت بارتياحين المجهودات التي تبدلها وسائل الإعلام السمعية البصرية ضمن البرامج التوعوية الرمية إلى الحد من انتشار كوفيد-19 أهبت سلطة ضبط السمعي البصري بمتعهدية القنوات التلفزيونية الاطلاع بمسؤولياته الاجتماعية تجاه المشاهد وعدم التركيز المفرط على الأخبار السلبية والقصص الإخبارية المأساوية التي يتسبب فيها وعللت السلطة ذلك بكون هذا النوع من الأخبار يؤدي بضرورة إلى بث الدعر والخوف واليأس في أوساط المجتمع الأمر الذي يصعب من معالجة أو يصعب من معالجة الوضع فحسب السلطة فإنه حقيقة تمر البلاد بظروف صحية استثنائية على غير ربق بلدان العالم لكن إغفال حالات التشافي وما تحققه الأطقم الطبية من نتائج في مكافحة الوباء قد يمس بمعنويات المواطن ويضر بها وعليه فقد شددت ذات الهيئة على ضرورة الامتثال للقواعد المهنية والتحل بالتوازن والموضوعية في التغطية والدقة في تحر الأخبار والسور قبل نشرها خاصة مع اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي لها كمصدر رئاسي أو رئيسي للمعلومة مع التنبيه إلى خطورة إعادة نشرها من دون التأكد من المصدر هذا وتدعو جميعا نعم تدعو وآذات الهيئة تدعو أيضا جميع القائمين على نشرات الأخبار والحصص الإخبارية إلى تفادي خطابات التهويل والترويع مركزة بالمقابل على ضرورة تبني مبادئ صحافة الحلول التي تقوم أساسا على قاعدة تقديم الحلول للمشاهد بطريقة علمية تساعده في حماية نفسه والحد من انتشار الجائحة وأخيرا تذكر سلطة الضبط السمعي البصري بأن هذا الوباء هو عالمي وبأن التحديات التي يفرضها علينا تجعلنا كفاعلين في القطاع السمعي البصري أمام مسؤولية تاريخية لما للصورة والصوت من وقع قوي ومباشر على وعي المواطن وفي ذات الإطار طلبت الجميع بتكثيف الجهود التوعوية وباث روح التضامن الوطني من أجل الانتصار على الفيروس والحفاظ على الأمن الصحي للبلاد يضيف المصدر ذاته